هروح للموضوع الثالث اللي عايز يعني اشارك حضراتكم فيه قال لو هو كرة السلة النهاردة عشان ما تقولش بس يا كابتن انت بتتكلم على المكسب ما تكلمش على الخسارة لا 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 خالص احنا دايما دعمين فرقنا في كل الاوقات الاول قبل ما تكلم على فقه كرة السلة النهاردة اللي خسر مباريتين الحقيقة في البسكتبول افريكا ليج او البي اي ال وودع البطولة طبعا هو خسر اول مباراة وخسر من الفتح الرباط المغربي وخسر النهاردة من الاهل الليبي اولا طبعا نهاردة لك دي رياضة والفرقة دي فرحتنا كتير الفرقة دي فرحتنا كتير فلازم يكون عندنا من التأييد والدعم لهذا الفريق يوم ما يخفق او يعمل سنة وحشة او موسم وحش لازم ندعم هذا الفريق ابدا هما مش عايزين يخسروا فيه هزة في الفريق اه بنعترف ان فيه هزة بس خلي بالكم الفريق ده مجهد جدا خلي بالكم الفريق ده فيه اصابات كتيرة جدا انا ما بقولش مبررات انا دلوقتي هتكلم عن الاخطاء قبل ما هتكلم ولكن انا بتكلم الاول عشان لا نقصوا على هذا الفريق ولا نجلة ذاتنا الفريق مجهد سواء لعبة منتخبك او اللعبة من النادي الاهلي المشاكلين مع المنتخب او اللعبة اللي في النادي الاهلي طالعين من بطولة لبطولة مفيش راحة لحمين بقالهم 3-4 سوائد 3-4 موسم دي حاجة عندك اصابات مع لعبة مهمة جدا ولعبة كتير من اللي انتوا شايفينهم النهاردة لعبة بتتصاب وترجع وتتصاب وترجع عندك عمر زهران مؤمن خير عندك سيف سمير تصاب كتير ورجع عندك ابو النص تصاب ورجع يعني في لعبة كتغيبة يوسف المعداوي مش موجود اصلا مصاب فالنهاردة انت عندك لعبة من قوامك الاساس بعيدة فعشان ما نقصوش على نفسنا الفرقة مش في الطب بتاعها فوضع طبيعي النتائج تهتز طيب انا بقى نصحتي للعبة ايه انا لازم النهاردة اتكلم انا في وضع وعندي النهاردة بطولة اخيرة وهي بطولة الدوري مع منافس قوي ومحترم هو الاتحاد السكندري ونجح ان ياخد مني كأس مصر عايز ادي نصيحة للعبة النهاردة احنا كنا بنمر بالحالات دي كتير يبقى فيه هزة في الفرقة تبقى عارف مش عارف ايه مش عارف ايه مش موفق بتشوت ما بتجيبش بتلاقي اللعبة بتبص يمين شمال تلاقي فيه ضنك بتحط فيك طب هو مين اللي غلط مين اللي قصر السغرة دي حصلت من اين الكلام ده او الموضوع ده الاساس فيه لازم اللعيبة تقعد مع بعض لازم اللعيبة كلها تتلم كل يوم يكون فيه اجتماع بيننا ومن بعدك اللعيبة بعد كنا بنعمل كده واحنا تعلمنا كده والدور اللعيبة كبيرة لازم بعد كل تدريب لازم نتكلم لازم نتحاور لازم نشوف بص انا طلعت قابلت ده فانت اتأخرت شوية في الدروب فلازم نرجع تاني نتكلم نفكر بعضين وكنا بنعمل ايه في الملعب لازم نقرب ونلتحم ببعض جدا النهاردة الدوري يخليك تشارك في البال السنة الجاية فالدوري مهم جدا لازم تاخده ده اللي يخليك تاني على الخريطة ونرجع تاني البال ونرجع ندفع عن اللقب اللي احنا خسبناه السنة دي ولكن النهاردة دور اللعيبة كبيرة دور اللعيبة كبيرة لازم تحتوي بعض دايما الخسارة بتعمل نعمل فركاشة المكسب بيجمع دور اللعيبة كبيرة بقى انه لما يحصل خسارة لازم اجمع الفرقة لازم النهاردة نقعد نتكلم بعض لاندي الاتحاد احنا حفظناه وهو حفظنا طب هنعمل ايه كنا زمان نقول لبعض انا همسك فلان يا جماعة مش هحط بسكت النهاردة انا همسكه ده بتاعي انا مش هخليه حط دريبلاي في الارض وانا همسك فلان نتكلم في الدفاع اكتر من نتكلم في الهجوم لازم نلتحم ببعض اكتر لازم نلتحم ببعض اكتر النهاردة خلينا اتكلم ان الروح ما كانتش عجباني انا بتكلم عن السلبيات زي ما اتكلمت عن الفريد اديه فرحنا الروح ما كانتش عجباني مش ده بنش النادي الاهلي مش ده البنش النادي الاهلي بتاع البسكت لا مش ده يعني البنش في اول خمس دايب بيبقى حلو اول عشر دايب الاقيه مع الوقت الاقيه حالة الوشوش كده حالة من التوهان والوجوم بينزل على الوش بلاقي اللعيبة فصلت عن المباراة لا لا احنا لازم نجيب بعض ونازم نفوق بعض وده دور اللعيبة الكبيرة سيف اهب امين عمر طارق اللعيبة المسميهم بالاسم ابو الناصر اللعيبة الكبيرة لازم النهاردة نقعد وكل يوم بعد كل تمرينة نقعد مع بعض ما نمشيش نقعد يا جماعة ونشرب حاجة ونعمل ونتكلم فأي حاجة نبتدي تاني نعلل روح تاني اللعيبة كبيرة بعد المطشاط نقعد تاني ونتكلم دي نصيحتي للعيبة الخسارة وردة والجماهير زعلانة اه جماهير زعلانة انتو فرحتونا كتير اه فرحتونا كتير ووقفين جنبكم ودعمينكم في كل الاحوال احنا دعمينكم لانا عارفين ان انتو مش عايزين تخساروا اكيد ولكن عليكم دور لازم تعملوه لازم الفرقة تتلم تاني لازم نرجع صلحوا جماهيركم بالدوري غلوا خلي عندكم غل ان انتو عايزين تكسبوا صرحوا جماهيركم بالدوري الحقيقة دول التلات فرقة النهاردة اللي كنت عايزة اتكلم مع حضراتكم فيها طبعا الكورة واليد والسلة